بيان من وزارة الداخلية بيقول استمراراً لجهود وزارة الداخلية في تتبع ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمان سيناء واطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم وموضور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة أسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة مرتدين سيارة ماركة نيسان ربع نقل بيضاء اللون بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية حيث أمكن إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكسافة تجاه القوات وبالتعاون مع أصف فرع عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتدي أحدهم وعسر بحوزاتهم على ثلاثة سلاح آلي حزام ناسف قنبلة يدوية كمية من الطلاقات النارية تم تحديد اتنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وهما القياد الإرهابي محمد زيادة سالم الاسم الحركي عمار والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية تولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي تشاهدتها محافظة شمال سيناء كما تولى مسؤولية توفير الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية والثاني هو الإرهابي يوسف إبراهيم سليم اسمه الحركي أبو محمد المتورط في تنفيذ العديد من عمات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجستي وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخالية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي حيث وأمكان تحدده متباين أنهم جهاد عطالة سلامة عودة وأحمد كمال محمد شحاتة وخالد محمد سليم حسين يعني أتمنى أنهما يتحركوا من أماكنهم علشان القوات الأمن وأيضا قوات المسلحة يستضوهم ويخلصونا منهم وأتمنى من السادة الزملاء الصحفيين أنه لما يكون فيه مواطن ابتي ما يكتبوش في أخبارهم في الجرايد مقتل مواطن ابتي أو مقتل مواطن ولما يكون فيه بقى حد تاني يكتبوه شهيد فأرجو أن ده ما يحصلش تاني يعني ترجمة نانسي قنقر